نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية العبيدية التابعة لمركز فارسكور اليوم وغدا يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بضميات إن القافلة تضمعت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجانة كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسرى بعد التسجيل على الموقع وتدليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا قافلة طبية بتقدم خدمات طبية أكثر من 12 تخصص عندي أكثر من 120 صنف دواء بالإضافة لوجود خدمات الأشعة والمعمل بتخدم القافلة وبتخدم أهلنا في واحدة العبادية والقرى المجورة لها متشريخ والحراني والمركز الرئيسي عندي كمان مدينة فراسكور القافلة بتقدم الخدمات للمواطنين في كل التخصصات إحنا القافلة بتقدم خدماتها الطبية من الصبح بدري النهاردة معانا 12 عيادة تخصصية معانا صيدلية تم إمدادها بكل الأدوية اللي بيضغطي التخصصات الطبية الموجودة في القافلة في الصيدلية حوالي 130 صنف من الأدوية معانا المعمل اللي فيه حوالي 40 تحليل معانا الأشعة العادية والأشعب الصنار الدكاترة طبعا الموجودين في القافلة دول دكاترة أخصائيين واستشاريين بيقدموا الخدمة الطبية بشكل مجاني كلها للمواطنين نهاردة احنا موجودين في كارية العبادية مركز فراسكور محافظة دوميات القافلة النهاردة معانا فيها 12 عيادة تخصصية زائد عيادة تنظيم الأسرة بيشارك معانا فيها مجموعة من أكفأ وأمهر الأطباء الاستشاريين بوزارة الصحة القافلة بتضم عيادة أشعة بجهاز أشعة متنقل X-ray وبتضم معانا معامل تحليل متكامل وبتضم معانا صدلية متكاملة لصف الأدوية والله احنا ان شاء الله ربنا كرمنا بحضراتكم وبالقافلة الطبية اللي جاي لنا قرية العبيدية مركز فراسكور محافظة دوميات واحنا بنشرف بكم جدا لإلا فيه مواطنين كتير محتاجين للقافلة ديت وقاعدين مشتقين لها من زمان جدا وهي حاليا القافلة الموجودة على مستوى محافظة دوميات موجودة هنا في قرية العبيدية مركز فراسكور محافظة دوميات متواجد دلوقتي في القافلة الطبية المجانية تحت رعاد فخامة الرئيس عفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة سعيد جدا أن وجود المبادرة القافلة هنا دي اللي تاني مرة على التوالي هنا بقرية العبيدية والعلاج مجانا والكشف مجانا عندنا 12 عادة خصية لجانب عادة تنظيم الأسرة لجانب عادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر كمان عندنا المعمل فيه 40 تحليل وعندنا الأشعة العادية والأشعة الصنار كل الفقصات دي الهدف منها دعم قرار الطبيب تجاه المريد سواء كان المريد هيني خدمته بالحصول على العلاج اللي متوفر الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاحة أو أنه هيبدأ أنه يحوله إلى أقرب مستشفى مركزي سواء كان هيستصدر قرار علاج نفق الدولة أو هيعمل عملية جراحية